وفي أول استهداف إسرائيلي لشمال لبنان في التصعيد الأخير بالمنطقة لقيا سعيد عطلة أحد قادة حركة حمس حتفه إلى جانب أفراد عائلته ومقتل أربعة آخرين بمسيرة إسرائيلية وقد أغارت إسرائيل على شقة سكنية في مخيم البداوي الذي يقع شمالية لبنان ويبعد حوالي خمسة كيلومترات من طرابلس يتياد القصف في وقت توجهت فيه قوافل نازحين نحو طرابلس مع إعلان محافظة الشمال اللبنانية أنها استقبلت 200 ألف نازح وضافت لجنة إدارة الكوارث أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء وصلت إلى أقصاها مع بلوغ عددهم داخلها لنحو 13 ألفا وثمانمائة إلا أن معظم النازحين لجأوا إلى استجار المنازل أو تم استضافتهم لدى قاربهم اشتركوا في القناة